بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي طلبة وطالبات دبلوم المدارس السنوية الزراعية نظام الثلاث سنوات ونظام الخامس سنوات اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا المتميز برنامج المايكروبيولوجي حلقة النهاردة هي رابع حلقات مادة المايكروبيولوجي المكررة على تخصص فن معامل احنا خدنا في الحلقات اللي فاتت خدنا مفهوم علم المايكروبيولوجي وقلنا انه علم المايكروبيولوجي ده علم حديث تم اكتشافه مصاحبا لاكتشاف العدسات المكبرة وايضا الميكروسكوب الضوئي العادي وكان هناك العديد من العلماء الذين ساهموا في تطور هذا العلم على رأسهم مكتشف الكائنات الحياة الدقيقة العالم انتوني فان ليفن هوك ثم تبعه العديد من العلماء كان ابرز العالم لويس باستير وهو المؤسس الحقيقي لعلم المايكروبيولوجي ثم العالم روبرت كوخ وهذا العالم هو اول من وضع اسس التحضيرات البكتريولوجية وايضا هو من اكتشف مايكروب السل والكلرة وبعد كده اخدنا الاهمية الاقتصادية للكائنات الحية الدقيقة اخدنا منها المنافع واخدنا منها ايضا الاضرار وبعد كده القينا نظر عام على الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في التربة اخدنا منها البكتريا قلنا البكتريا كائنات حية دقيقة لا ترى بالعين المجردة ويمكن رؤيتها بالميكروسكوب الضوئي العادي تمتاز بسرعة تكاثرها بالانقسام السنائي البسيط وقدرتها على تحليل المخلفات العضوية قلنا اشكالها كروي عصوي وحلزوني وتتحرك ايضا بسلاس طرق وهي الحركة بالاصوات والحركة الانزلاقية والحركة السعبانية وخدنا تركيب الخلية البكترية بداية من الطبقة الخارجية وانتهاء بالجراسيم الداخلية وقلنا ان البكترية كائنات حية دقيقة بدائية النواة او غير حقيقية النواة ليه يا دكتور لانه ليس لها غشاء نووي والجدار الخلوي للخلية البكترية يمتاز بالصلابة والمرونة لاحتواءه على مادة المايورين وبعد كده اسمنا البكترية الى قسمين على حسب مصادر الكربون والطاقة قلنا بكترية عضوية التغذية او هيتيروتروفيك بكترية او النوع التاني بكترية معدنية التغذية او بنولها عليها اوتوتروفيك بكترية وبعد كده خدنا الفطريات وقلنا هي عبارة عن كائنات حية دقيقة تخلو اجسامها من مادة الكلوروفيل قد تكون وحيدة الخلية او عديدة الخلايا تعيش اما متطفلة او مترممة على كائنات اخرى وبتسبب العديد من الامراض سواء للانسان او الحيوان او النبات وفيه ويوجد منها انواع نافعة طبعا لها اهمية اقتصادية بالنسبة للانسان وهي السن الفطريات لخمس اقسام رئيسية على حسب نوع التكاثر الجنسي قلنا فطريات بيضية وازيجية واسقية وبازدية وايضا فطريات ناقصة ولماذا سميت الفطريات الناقصة بهذا الاسم نظرا لانه لم يعرف لها طور تكاثر جنسي وبعد كده خدنا تركيب خلية الفطر بداية من الجدار الخلوي وانتهاء بالحبيبات المخزنة اللي هي حبيبات النشا والجليك وجين وبعد كده خدنا مثال حي لنوع من انواع الفطريات تكافلية التغذية مع النباتات الراقية الى وهي فطريات المايكورايزا وان هي عبارة عن جزور فطرية انواعها نوعين داخلية وايضا خارجية والاهمية قلتلكوا تركزوا عليها جدا لان تيجي دايما في الامتحان وبعد كده خدنا الفيروسات قلنا هي جسيمات متناهية في الصغر تركبها بسيط جدا عبارة عن غلاف نووي وحامض غلاف بروتيني وحامض نووي وقسمنا الفيروسات لتلت اقسام على حسب العائل قلنا بيروسات نباتية بيروسات حيوانية وايضا مجموعة لقيمات الكائنات الحية الدقيقة بعد كده خدنا التحالب وقلنا عبارة عن خيوط كائنات حية دقيقة مائية بتبقى عبارة عن خيوط مائية قد تكون وحيدة الخلايا ايضا او عديدة الخلايا بتحتوي على مادة الكلوروفيل وتكون بعملية البناء الضوية وينقصها الجزور او اشباه الجزور وقسمناها لخمس اقسام رئيسية على حسب اللون بداية من التحالب الخضراء وانتهاءا بالتحالب الخضراء المزرقة اللي احنا بنقول عليها السيانوبكتيريا التي تقوم بتثبيت ازود الهواء الجوي على جزور النباتات الناجيلية بعد كده درسنا البروتوزوة وقلنا البروتوزوة دي مقصود بها الحيوانات الاولية تتبع المملكة الحيوانية بتعيش في البرك والمستنقعات او الطربة وايضا جزائها الرئيسي البكتيريا وتم تقسمها الى اربع اقسام رئيسية على حسب نوع الحركة مجموعة الصوتيات والمثال الحي عليها الحيوان الاولي التريبونوسومة مجموعة الهدبيات مثل البراميسيوم مجموعة زوات الاقدام الكاذبة مثل الاميبة ومجموعة الجرثوميات زي الحيوان الاولي المسبب لمرض المالاريا وهو بولازموديوم المالاريا وعرفنا الاميال الاقتصادية للبروتوزوة وبعد كده تطرقنا بالدراسة للتعقيم وقلنا هو الابادة الكاملة لجميع الميكروبات الموجودة على المواد والادوات عرفنا اغراضه قلنا ثلاثة في المجال الطبي في المجال لعمال البكتيريولوجية وايضا في مجال الاغذية وقلنا طرق التعقيم ايضا سلاسة طرق رئيسية التعقيم الفيزيائي ويشمل الحرارة والاشعاع التعقيم بالمواد الكيميائية والتعقيم بطرق الميكانيكية وهو مقصود بالتعقيم بالمرشحات تعالوا بنا اعزائي الطلبة والطلبات نستعرض مع بعض جزئية مهمة جدا في المنهج وهو حلقة اليوم التي تشمل البيئات الغذائية تعالوا بقى نعرف يعني ايه بيئات غذائية البيئات الغذائية مقصود بيها هي عبارة عن مواد كيموية عضوية وغير عضوية بتستخدم في تنمية واكسار الكائنات الحية الدقيقة طبعا انتوا شايفين معنا في الصورة احد العلماء او احد الباحثين في معمل المايكروبيولوجي بيقوم بعملية تحضير للبيئات الغذائية طيب البيئات الغذائية دي لا بد من توفر شروط معينة في البيئات الغذائية لكي تكون بيئات صالحة لنمو واكسار الكائنات الحية الدقيقة اول شرط ان تحتوي البيئة على مصدر مناسب من الكربون والطاقة زي السكريات والمواد الكربوهيدراتية تاني شرط ان يكون بها مصدر مناسب من الناتروجين العضوي والعضوي زي الأحماض الأمنية والغير العضوي زي الأمونية بعد كده تحتوي على مصدر مناسب من الأملاح المعدنية زي الكاليسيوم السوديوم والمغنيسيوم ايا كان الأملاح المعدنية اربع البيئاتش يكون مناسب لنمو الكائنات الحية اللي ايه الدقيقة واحنا عرفنا البيئاتش مقصود به باور اوف هيدروجين او تركيز ايون الهيدروجين في الوسط رقم خمسة يجب ان تحتوي البيئة على كمية من الرطوبة تناسب نمو المايكروبوت طبعا البيئات الغذائية مقصود بيها الوجبة الغذائية التي يتم تحضرها للكائنات الحية الدقيقة لكي تجعلها تتكاثر وتنتشر ويتم تنميتها بالصورة المطلوبة البيئة الغذائية زي الانسان بالضبط او زي الحيوان لابد ان تتوفر في الوجبة الغذائية للانسان او عليقة الحيوان كل المواصفات القياسية التي من شأنها ان تجعل هذه الوجبة وجبة غذائية صحية ومثالية لنمو الكائن الحي اي كائن حي لابد ان يكون في الوجبة مصدر مناسب للكربون مصدر مناسب للبروتين مصدر مناسب للاملاح المعدنية البيئة يكون مناسب لنمو الكائن الحي وتكون محتوية على مصدر للفيتامينات وايضا مصدر للرطوبة كل المواصفات دي زيها زي البيئات الغذائية بالضبط عشان بس ما تحفظ فيه وتستصعب الامور المواصفات القياسية في وجبة اي كائن حي هي نفس المواصفات القياسية في البيئات الغذائية التي يتم تحضيرها لتنمية واكسار الكائنات الحية الدقيقة طيب احنا عرفنا الشروط نعرف بقى اهمية تحضير البيئات الغذائية اول حاجة بتستخدم البيئات الغذائية في تنمية المايكروبوات واكسارها وحفظها وده جبتوا منين يا دكتور ده جبتوا من التعريف بتستخدم في دراسة خواص المايكروبوات المختلفة ثلاثة بتستخدم البيئات عند دراسة قدرة المايكروبوات على انتاج الكحول والانزيمات العضوية تعالوا بقى نستعرض مع بعض انواع البيئات الغذائية البيئات الغذائية بتنقسم الى نوعين نوع بقول عليه بيئات طبيعية ونوع تاني بقول عليه بيئات صناعية البيئات الطبيعية هي مواد غذائية طبيعية كما في المايكروبوات والفيروسات التي تنمو في الانسجة الحية او المايكروبوات التي تنمو في الدم او اللبن او التربة وده طبعا هي مواد طبيعية يبقى اكيد غير محددة التركيب الكيماوي ده طبعا البيئات الطبيعية بتصلح لنمو الفيروسات اللي هي اجبارية التطف طيب البيئات الصناعية البيئات الصناعية بتتكون من مواد كيموية عضوية وغير عضوية وبتنقسم لقسمين ايضا يبقى البيئات عموما قسمين بيئات طبيعية وبيئات صناعية البيئات الطبيعية هي قسم واحد وهي مواد طبيعية بانسجة كائن حي بينمو عليها زي انسجة اللبن زي انسجة اللحم ايا كان نوع النسيج اللي حينمو عليه الكائن الحي الانسجة دي بتفضلها الكائنات الحية اجبارية التطف والنوع التاني بقى اللي هي البيئات الصناعية في منها نوعين النوع الاول بقول عليه بيئات غير محددة التركيب الكيماوي والنوع التاني بقول عليه بيئات محددة التركيب الكيماوي او بقول عليها مخلقة وغير مخلقة تعالوا نستعرض ايه المقصود بالبيئات المخلقة او اللي هي محددة التركيب الكيماوي دي بتتكون من مواد ذاتة تركيب كيماوي محدد ومعروف زي أملاح غير عضوية أو بتبقى مخلوط من أملاح غير عضوية ومركبات عضوية وطالما هي بيئات محددة التركيب الكيماوي يعني يمكن أن يتم تكرار تجهزها بنفس الدقة في كل تحضير النوع الثاني من البيئات الصناعية بيئات غير محددة التركيب الكيماوي اللي احنا بنقول عليها البيئات الصناعية الغير مخلقة دي بتتكون من مواد غير معروفة التركيب الكيماوي زي البيئات اللي بيدخل في تركيبها البيبتون ومستخلص اللحم وايضا الدم تعالوا بقى نشوف مع بعض مخطط كده لانواع البيئات زي ما قلت لكم من شوية بيئات طبيعية وبيئات صناعية والبيئات الصناعية بتنقسم لقسمين بيئات محددة التركيب الكيماوي بيئات غير محددة التركيب الكيماوي طيب نشوف مع بعض التقسيم الثاني على حسب القوام يبقى التقسيم الأول ده كان على حسب طبيعة التركيب إنما التقسيم الثاني ده على حسب القوام طيب القوام عموما عندي هما نوعين اتنين بس قوام صلب أو قوام سائل يعني أحاول بيئات صلبة وبيئات سائلة البيئات الصلبة دي يعني بيئات متجمدة على درجة حرارة الغرفة زي إيه اللي عندي من البيئات الصلبة زي مثلا بيئة الاجار وبيئة الجيلاتين طب البيئات السهلة المسال اللي لازم تحفظ نوع من انواع البيئات لان ممكن تجيلك اكمل في الامتحاد من انواع البيئات الصلبة نقط ونقط او ممكن يجيلك سؤال علل يفضل استخدام الاجار عن الجيلاتين عند تحضير البيئات الصلبة طب ناخد الاول نمرة او السؤال الاول اللي هو اكمل من انواع البيئات الصلبة نقط ونقط حتقوله بيئة الاجار وبيئة الجيلاتين. يبقى انت كده قيبت صح. طب السؤال التاني يا دكتور اللي هو اعلل يفضل اجراء او يفضل استخدام الاجار عن الجيلاتين عند تحضير البيئات الصلبة. هتقول له لانه الاجار مادة كربويدراتية بيصوب على كثير من الميكروبات ان تحللها بسهولة. وبتحتوي على مصدر الكربون والطاقة. ودرجة انصهارها وتجمدها عالية. يعني درجة انصهارها وتجمدها. يعني يتم اسالتها بدرجة حرارة سريعة زي الشمع مثلا. وايضا بتتجمد بسرعة على درجة حرارة الغرفة. طيب تعالوا نستعرض بقى مراحل تحضير البيئات الغذائية. البيئات الغذائية اكد انك بتعمل اي وجبة غذائية في المنزل. اول حاجة وزن المكونات. تاني حاجة اضافة كمية الماء المطلوبة ثم ازابة المكونات في الماء. رقم تلاتة ضبط رقم الحموضة اللي هو البيئاتش عن طريق مثلا استخدام وراء الترشيح او عن طريق استخدام جهاز حديث كهربائي يسمى بجهاز البيئاتش ميتر ايا كان الجهاز اللي هتستخدمه. رقم اربعة ترشيح المحلول. رقم خمسة اه تعبئة البيئة في العبوات المناسبة. ورقم ستة التعقيم في الجهاز اه المناسب ورقم سبعة اه والاخيرة اللي هو حفظ البيئة لحين استعمالها. احنا جايبن لكم بقى في شاشتنا المتميزة. المراحل دي بالصوت والصورة. اه دي مرحلة الوزن. ثم مرحلة قياس البي اتش. ومرحلة التحضير. اه ومرحلة التعقيم في جهاز المعقم هو بالهواء الساخن. وبعد كده بيتم حفظ البيئة لحين استخدامها. تعالوا بقى عزاء طلبة قوي الطالبات. نتطرق لجزئية مهمة جدا في المنهج اللي هي بنقول عليها مايكروبيولوجيا التربة. باختصار شديد يعني مايكروبيولوجيا التربة يعني دراسة الكائنات الحية التي تعيش في التربة. طيب انا بدرسها من حيث من حيث النوع. بدرسها من حيث دورها في التربة وتأثيرها على النبات النامي في التربة. وايضا على قدرتها على تحليل المخلفات العضوية اللي موجودة في التربة. والمساعدة في استمرار دورة العناصر في الطبيعة. هناخد منها دورة الكربون وايضا دورة النيتروجين ودورة الفسفور. طيب التربة الزراعية دي موجود فيها الكائنات الحية باعداد بسيطة ولا اعداد كبيرة ولا متوسطة. لا ده بالملايين. جرام الواحد من التربة يحتوي على مليون خلية بكترية. تخيلوا جرام واحد تربة لو انا عملت له عملية عدد سواء بطريقة الاطباق او طريقة تحت الميكروسكوب. ده بلاقي في الجرام الواحد مليون خلية بكترية. تخيلوا مدى الانتشار الواسع للكائنات الحية الدقيقة في الاوساط سواء كان واوساط الطربة او الوسط المائي او حتى الغلاف الجوي او على الكائنات الحية عموما سواء كان خارج اجسامها او داخل اجسام الكائنات الحية سواء كان كانت حية حيوانية او كائنات حية نباتية. التربة الزراعية اللي انا اعمل لها عملية الدراسة للكائنات الحياة دي لابد ده من معرفة تركيبها من حيث التركيب الميكانيكي وايضا التركيب الكيميائي التركيب الميكانيكي يتكون من ايه يتكون من اول حاجة المادة المعدنية المادة المعدنية هنعرف مكوناتها دلوقتي بالتفصيل تاني حاجة محلول التربة اللي هو الماء الارضي تالت حاجة الهواء الارضي رابع حاجة المادة العضوية يعني بقايا المخلفات العضوية النباتية او الحيوانية الموجودة في التربة بعد كده خامس حاجة اللي هو الكائنات الحية الدقيقة في التربة تعالوا نستعرض اول مكون بالتفصيل اللي هو ايه الجزء المعدني بيشمل حبيبات بتختلف احجامها بعضها يمكن تمييزه بالعين المجردة والاخر يمكن فحصه تحت الميكروسكوب الحصى والزلط اقترهم بتتجاوز لاثنين ملي متر والرمل والسلط والطين دي طبعا مكونات الجزء المعدني هي مش متشكلة اهمية كبيرة في المنهج بس انا بعرفها كمعلومة اسرائيل بعد كده باخد عندي المادة العضوية المادة العضوية احيانا يطلق عليها اسم الدبال وهو عبارة عن ايه الدبال ده عبارة عن محصلة لعمليتين حيويتين تكون بهم مايكروبات التربة العمليتين دول عبارة عن عملية تحليل للمواد العضوية وايضا العملية اللي بتعقبها مباشرة اللي هي تخليق مركبات عضوية جديدة في انسجة الكائنات الحية الدقيقة طيب الماء الارضي احنا خدنا الجزء المعدني وخدنا الجزء العضوية ناخد ثالث حاجة اللي هو الماء الارضي او محلول التربة ايا كان الاسم بيوجد الماء الارضي بين حبيبات التربة وعن طريقه بتنتقل العناصر الغزائية الى جزور النبات كما انه ضروري جدا لبناء خلايا الكائنات الحية الدقيقة وبتختلف قوة مسك الماء بحبيبات التربة بيوجد الماء الهايجروسكوبي بنقول عليه ده نوع بيكون ممسوك بقوة كبيرة وهو غير ميسر للنبات ولا اصلا المايكروبات وايضا الماء النوع التاني بنقول عليه الماء الاسموزي او الشعري وده بيكون ممسوك بقوة متوسطة وده بيكون ميسر لامتصاص النبات وايضا المايكروبات والنوع الاخير بقول عليه الماء الحر اللي هو بيعتبر ماء الصرف وده ايضا بيكون غير ميسر للنبات يبقى انا عندي ثلاث انواع من المياه الماء الهايجروسكوبي وده بيكون منتصق او ممسوك بقوة جزد عالية جدا على حبيبات التربة وبالتالي لا تستطيع جزور النبات ان تمتصه ولا حتى الكينات الحية الدقيقة النوع التاني اللي بقول عليه الماء الشعري او الماء الاسموزي وده طبعا بيكون قوة الجذب او قوة المسك لحبيبات التربة لهذا النوع من الماء متوسطة وده بيكون ميسر لانتصاص النبات وايضا الماكروبات النوع الاخير اللي هو الماء اللي بيتم تسريبه فيه طبقات التربة العميقة بنقول عليه الماء الحر او ماء الصرف وده طبعا بيكون غير ميسر لانتصاص النبات بعد الماء هناخد اربعة الهواء الارضي الهواء الارضي باختصار شديد جدا اعزاء الطلبة والطلبات ده بيكون بيملأ الفجوات بين حبيبات التربة ونسبة الهواء الارضي بتكون حوالي 50% من حجم التربة طبعا بتختلف من تربة لاخرى التربة الطينية بيكون حجم المسام فيها اقل وبالتالي نسبة الماء الارضي والتهوية فيها عموما بتكون اقل بينما التربة الصفراء او التربة الرملية الخفيفة بيكون نسبة الحبيبات او المسام فيها عالية وبالتالي التهوية فيها بتكون جيدة عن التهوية في الاراضي الطينية السقيلة تعالوا نشوف مع بعض على شاشتنا المتميزة وهو بيشغل حوالي 50% من حجم الكل للارض وهي بتملأ بالماء او الهواء حسب نسبة الرطوبة لما يكون الارض رطوبة فيها عالية او الساعة الحقلية للرطوبة بتكون عالية ده بيقل بالتالي نسبة الهواء والعكس صحيح الهواء الارضي بتزيد فيه نسبة سانيوكسيد الكربون وبخار الماء وبتقل فيه نسبة الاكسوجين بسبب تنفس الجزور والكائنات الحياء الدقيقة وده هناخدها في دورة الكربون خلي بالكو انه العناصر الغلاف الجوي اعلى عنصر فيه النسبة اللي هو عنصر النيتروجين نسبته بتكون تقريبا 78% يليه فيه الترتيب الاكسوجين نسبته بتتراوح تقريبا ما بين 27 من 10 هنقول 21% ثم ثاني اكسيد الكربون نسبته كام نسبته 3 من 100% والنسبة دي مهمة جدا جدا الحفاظ عليها وايضا عدم تخطيها لانه لو النسبة دي قلت فبالتالي بيقل بتقل عملية البناء الضوئي وبالتالي بتقل كمية المادة الغذائية على سطح الكرة الارضية لان انتوا عارفين انه عملية البناء الضوئي هي اصل الحياة تبع عبارة عن ايه ثاني اكسيد الكربون زاد H2O اللي هو الماء في وجوده الضوء والكلوروفيل بيديني اول مركب غذائي على وسطح الارض اللي هو C6 H12O6 وبيديني ايضا الاكسوجين اللي بتستخدمه الكائنات الحية المختلفة سواء كان انسان او حيوان في عملية التنفس لما بتتحلل المخلفات العضوية في التربة ده بيؤدي الى تكرار او الحفاظ على نسبة ثاني اكسيد الكربون في الغلاف الجوي تعالوا نستعرض مع بعض بعد كده اللي هو الكائنات الحية الدقيقة في التربة بتشغل حوالي كام ده طبعا صور لانواع مختلفة سواء كان بكتيريا سواء كان فطريات سواء كان فيروسات كل دي انواع مختلفة من الكائنات الحية الدقيقة في التربة بتشغل واحد في المية من الحجم الكلي للتربة تشمل البكتيريا والفطريات والحيوانات الاولية اللي احنا بنقول عليها البروتوزوة تعالوا بقى نستعرض مع بعض ازاق طلبة والطلبات دورة الكربون ودور الكائنات الحية الدقيقة في دورة الكربون طيب الكربون ده مهم طبعا مهم جدا مهم واحد العناصر المهمة للاحياء سواء كان احياء نباتية او احياء حيوانية ويعتبر اساس تركيب الخلية وبتصل نسبته في الانسجة النباتية والخلية الميكروبية من خمسين او من اربعين لخمسين في المية من الوزن الجاف لها وبتحصل عليه من ثاني اكسيد الكربون زي ما قلتلكم من شوية الذي يتحول الى الصورة العضوية بفعل الكائنات ذاتية التغذية كالنباتات الراقية والتحالب اللي هي بتعمل عملية بنائية ضوئية وبنقول عليها الفوتوسينس هذه الكائنات بتعتبر مصدرا لامداد الكائنات غير ذاتية التغذية بما فيهم الانسان طبعا بما يلزمه من مركبات عضوية تعالوا بقى نشوف مع بعض ايه هي بقى دورة عنصر الكربون زي ما قلتلكم من شوية من الضروري ايضا ان تتحلل المواد العضوية وهي يتحول الكربون العضوي الى ثاني اكسيد الكربون وبالتالي بينطلق الى الهواء لضمان استمرارية الحياة للنبات طبعا زي ما انتم شايفين ها دي البناء الضوية الثاني اكسيد الكربون او دي البناء الضوية بيديني اول مركب غذائي على وجه الارض زي ما قلتلكم بيتم اكسادة المركبات الغذائية في الميتوكندرية اثناء عملية التنفس وبيخرج من الكائنات الحياة الثاني اكسيد الكربون مرة اخرى وبتستخدمه النباتات الراقية في القيام بعملية البناء الضوية في وجود ضوء ضوء الشمس تعالوا نشوف مع بعض المايكروبات ودورها في دورة الكربون المادة العضوية الموجودة في النبات بتنقسم الى اكتر من قسم اول حاجة عندي او اول مركب عندي من المادة العضوية اللي هو السليلوز نسبته كان بقى في المادة العضوية من 15 ل 60% من الوزن الجاف للمادة العضوية في النبات تاني مركب اسمه الهيمي سليلوز او بنقول عليه شبيه السليلوز ده نسبته من 10 الى 30% النوع التالت اللي هو مركب او مكون اللي جنين وطبعا ده بيدي الصلابة لجدر الداخلية للخلايا ويعتبر كمادة لحمة بين الخلايا نسبته من 5 الى 30% النوع الرابع اللي هو المكونات الزائبة في الماء زي السكريات والاحماض الامنية دي نسبتها ايضا من 5 ل 30% وخامس مكون من مكونات المادة العضوية في النبات اللي هي المكونات الزائبة في الكحول مثل الدهون والزيوت وغيرها وسادس حاجة عندي البروتينات وبيدخل في تركيبها عنصر مهم جدا اللي هو عنصر الناتروجين والكابريت وسابع حاجة المكونات المعدنية دي التتراوح نسبتها ما بين 1 الى 13% من وزن المادة العضوية في النبات طيب تعالوا بينا نستعرض جزئية مهمة جدا اعزائي الطلبة والطلبات اللي هي مراحل تحلل المادة العضوية سواء كان مادة عضوية نباتية او مادة عضوية حيوانية بفعل الكائنات الحية الدقيقة يعني لو الانسان او الحيوان او النبات فقد الحياة فهو بيتحول او بيفقد لفظ الكائن الحي ويطلق عليه مباشرة المادة العضوية اللي احنا بنقول عليها الجزة يبقى انا عندي الكائن الحي عندما يفقد الحياة يعتبر مادة عضوية سواء كان كان حي نباتي او كان حي حيواني او حتى الانسان نفسه اللي بيتم بعد فقد الكائن الحي للحياة ويصبح في صورة مادة عضوية انه بتهاجمه العديد من الكائنات الحية الدقيقة فاكرين لما قلنا في اهمية الكائنات الحية الدقيقة في اول حلقة قلنا لها دور هام جدا في تحليل المخلفات العضوية اهي دي بقى الكلام اللي احنا عايزين نوصله اول دور او اول مرحلة مرحلة اختفاء ثم مرحلة تخليق ثم مرحلة تكوين عندي ثلاث مراحل تعالوا نستعرضهم مع بعض المرحلة الاولى اختفاء ايه اختفاء الانسجة النباتية والحيوانية بتأثير الانزيمات الميكروبية زي ما قلنا من شوية في الحلقة السابقة قلنا انه انا عندي الكائنات الحياة الدقيقة بتقوم بتحليل المواد العضوية بفعل الانزيمات المحللة لو كان عندي مادة كربويدراتية بتفرز انزيم اسمه الاميليز لو كان عندي بروتينات بتفرز عليها انزيم اسمه اللايبيز لو كان عندي دهون بتفرز عليها انزيم يسمى انزيم البروتينيز في البروتين وانزيم اللايبيز في الدهون طيب بالنسبة بقى لعملية الاختفاء دي عملية الاختفاء دي بتاخد مراحل معينة الهدف منها ان الكائن الحي الدقيق يقوم بعملية تحليل لانسجة المادة العضوية المتخلفة عن كائن حي سواء كان كائن حي نباتي او كائن حي حيواني وبالتالي هو الغرض الاساسي من افراز الانزيمات والمجهود الشاق وفقد الطاقة من الكائن الحي هو الحصول على الغذاء فبالتالي بيحلل المخلفات العضوية الى مكونات بسيطة بيستطيع انه يمتصها في عملية التغذية بالانتشار الغشائي البسيط المرحلة الاولى مرحلة اختفاء لانسجة النباتية والحيوانية بتأثير الانزيمات الميكروبية المرحلة التانية بتتم في نفس التوقيت وبيتم فيها تخليق خلايا ميكروبية جديدة لفاكرين لما قلنا الدبال محصلة عملية تحليل وتخليق اهو نفس الكلام اهو مرحلة التالتة هي مرحلة تكوين نواتج التمسيل الغذائي التي تفرزها الميكروبات يبقى انا عندي ثلاث مراحل مرحلة اختفاء مرحلة تخليق ثم مرحلة تكوين لنواتج التمسيل الغذائي او الايض الغذائي للميكروبات في عندي نوعين من عملية تحليل المادة العضوية اول نوع اللي هو رقم الف اللي هو تحليل المادة العضوية الاصلية للتربة اللي احنا بنقوله على الدبال الكربون الناتج من عملية التحليل بيكون فيه متناول الميكروبات النوع الثاني اللي هو تحليل المادة العضوية المضافة وده بيعتبر ساني اكسيد الكربون المنطلق مقياس لقدرة تحليل هذه المواد حيويا تعالوا بقى نشوف المقصود بلفز المعدنة كلمة معدنة مقصود بها تحويل العنصر من الصورة العضوية الى صورة معدنية يعني باختصار شديد جدا عشان بس الطلبة لمادة المايكروبيولوجي محتاجة طالب يكون زهنه حاضر يكون طالب بيتابع باستمرار الحلقات اللي احنا بنقدمها على شاشة التلفزيون المصري وقناتنا المتميزة قناة التعليم الفني لو انت متابع معانا باستمرار هتكون طالب متميز طالب متفوق وايضا احنا على استعداد للاجابة على اي استفسارات او اي تساؤلات من اعزاءنا الطلبة والطلبات على قناتنا على اليوتيوب احنا هنا في التلفزيون المصري بنقدم لك خدمة تعليمية متميزة ومن موقعي هذا وبالاصالة عن نفسي بحب اوجه التحية لكل كرو البرنامج معانا لانه فعلا خلية نحل تعمل بدون كلل وتعمل باستمرار لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأعزاءنا الطلبة والطلبات في المنازل فاحنا لو متابعين مع بعض احنا قلنا انه المعدنة مقصود بيها انه انا بحول العنصر من صورة عضوية لصورة معدنية طب ايه فايدة الكلام دي يا دكتور فايدته انه المحافظة على عناصر النظام البيئي بنسب متساوية لو زاد مثلا اديكم مثال لو زاد نسبة ثانيوكسيد الكربون في الغلاف الجوي عن 3 من 100 في المية ستخيلوا نسبة بسيطة جدا ده بيؤدي الى حدوث ما يسمى بالاحتباس الحراري اللي احنا بنقول على الجلوبال ورم او الاحتباس الحراري ده بيحجز درجة الحرارة وبيمنع تصاروبة في الغلاف الجوي الخارجي وبالتالي بترفع درجة حرارة الكرة الارضية وده حاجة خطيرة جدا لو ارتفعت تخيلوا بقى لو ارتفعت درجة حرارة الكرة الارضية درجتين ده بيؤدي الى زوابان الجليد في القطب الشمالي والقطب الجنوب وده بيرفع منسوب المياه في البحار والمحيطات ده من شأنه انه ممكن يؤدي الى اغراق وحدوثة سنامي للمياه واغراق العديد من المدن الساحلية على وجه الكرة الارضية فكل نسبة من نسب مكونات الغلاف الجوي مهمة جدا العنصر سواء كان كربون سواء كان نيتروجين سواء كان فسفور بيتحول من صورة عضوية في المادة العضوية لخلايا الانسجة سواء كان انسجة حيوانية او انسجة نباتية ويتحول مرة اخرى الى المكون الغلاف الجوي وتحول الى صورته المعدنية عرفنا يعني ايه معدنة يعني تحويل العنصر من صورة عضوية الى صورة ايه صورة معدنية تعالوا نستعرض مع بعض اعزائي الطلبة والطلبات تحلل المادة العضوية الاصلية اللي احنا بنقولها عليه الدبال طبعا ده صورة دبال متحلل وبيوجد فيه كربون بيكون فيه متناول الكائنات الحية الدقيقة وبيعتبر الدبال مخزون التربة من المادة العضوية المتحللة لو جالك سؤال في الامتحان وقال لك اذكر المصطلح العلمي الدالع العبارة الاتية هو مخزون التربة من المادة العضوية المتحللة على طول بين قسين هتروح كاتب الدبال وتاخد الفول مارك وتبقى طالب متفوق باذن الله تعالوا نشوف اهمية الدبال في التربة الدبال بيعتبر مخزون الارض من المادة العضوية لدور في تحسين بناء التربة يعني تحسين القوام بيساعد على تهوية التربة في الاراضي السقيلة بيزيد من درجة احتفاظ الارض الخفيفة بالماء وخصوصا الاراضي الصفراء او الرملية بيزيد من قدرة الارض التنظيمية بيوفر الكسير قدرة الارض التنظيمية يعني تبادل العناصر بيوفر الكسير من العناصر للنبات سواء كان كاليسيوم سوديوم ماغنيسيوم بوتاسيوم ايا كان العنصر الغذائي سواء كان عناصر كبرى او عناصر صغر رقم 6 بيعمل على تدفئة التربة وزيادة نسبة الانبات هناخد مع بعض بقى صورة ليه الدبالة هو في التربة وديه اثناء اضافته للتربة طبعا النبات النامي التربة بتكون خصبة وبينمو فيها بنمو قوي وبالتالي بيديني في الاخر محصول عالي الجودة وعالي الكمية هناخد بعد كده جزئية مهمة جدا في المنهج اعزاء الطلبة والطالبات اللي هو تحلل بعض مركبات الكربون العضوية في التربة بواسطة الميكروبات اول مركب اللي هو النشا النشا ده باختصار شديد جدا اللي هو سكر عديد السكر العديد هل تستطيع الكينات الحية الدقيقة ان تمتصه في صورته المعقدة او المركبة لا لابد ان تفرز عليه انزيمات محللة لكي يتحلل من صورة معقدة التركيب الى صورة بسيطة التركيب تستطيع الكينات الحية الدقيقة ان تمتصه من خلال الغشاء البلازمي او السيتو بلازمي الموجود مباشرة بعد الجدار الخلوي اللي احنا بنقول عليه وظيفته ايه بقى الطلبة المتفوقة هتقول النفاذية الاختيارية وله دور في عملية التنفس ده اللي بيسمح بمرور العناصر الغذائية على حسب احتياج خلية النبات او خلية الكائن الحي الدقيق النشا طبعا زي ما قلنا سكر عديد بتقوم البكتيريا والفطريات والاكتينومايستات بتحليل النشا مائيا في وجود بقى انزيم تحفظوه جدا اسمه انزيم الامايليز وبيكون الناتج النهائي لعملية التحلل هو سكر الجلوكوز اللي هو السكر الوحادي وبيمر داخل خلية الماكروب بسهولة لانه اصبح في صورة بسيطة لانتصاص الكائن الحي الدقيق هناخد بقى معادلات بتبين لك مراحل تحلل النشا الامايليز بواسطة انزيم اسمه الفا اامايليز بيتحول لسكر اسمه الديكسترين طبعا ده برضو لا تستطيع الكائنات ان تمتصه فبتفرز انزيم اخر اسمه البيتا اامايليز بيحول الديكسترين الى مالتوز ثم بواسطة انزيم الجاما اامايليز بيحول المالتوز الى سكر الوحادي اللي هو سكر الجلوكوز طبعا ده صورة بتبين لك النشا طبعا بنستخدمه في البيوت وهو ناتج من الحبوب الغذائية زي الدرة زي الامح زي الشعير ايا كان مصدر النشا هناخد بعد كده تحلل السليلوز بتتم عملية التحلل في السليلوز ايضا بواسطة ثلاثة انزيمات لابد من وجودها معا بيحلل الانزيم الاول المركب الاساسي وبيتتحلل جزء والانزيم التاني بيكون عندي او بيكون عندي سكر سنائي هو ما يطلق عليه اسم السليوبيوز والانزيم التالت بيحلل السكر السنائي اللي هو السليوبيوز الى سكر وحادي اللي هو الجلوكوز طبعا هتسألوني يا دكتور ايفادة الانزيمات دي كل انزيم بيبقى له وظيفة محددة في كسر الروابط التساهمية اللي موجودة في جزء السليلوز طبعا فيه الانزيم الاول ده بيكسر الروابط المستقيمة الانزيم التالي بيكسر الروابط الفرعية رابطة ويترك الاخرى ثم الانزيم التالت بيكسر الرابطة كلها ويديني مراكب اوحادي اللي هو سكر الجلوكوز احرافوا المعادلات علشان هي هتسهل عليكم الدراسة السليلوز بيتحول بواسطة انزيم اسمه C1 الى سكريات عديدة وبواسطة انزيم اسمه CX الى سليوبيوز والسيليوبيوس ده بيتحلل إلى جولوكوز بواسط إنزيم السيليوبيوس المايكروبات الهوائية المحللة للسيليلوز تعتبر من أهم المايكروبات دي اللي هو جنس السيتوفاجة وهو نوع من أنواع البكتيريا بيوجد العديد من المايكروبات اللاهوائية بتحلل للسيليلوز وبتمتج كحولات وأحماض وضوية وأيضا غازات هناخد بعد كده تحلل المواد البكتينية المواد البكتينية دي أيضا هي عبارة عن سكريات معقدة أو سكريات عديدة التركيب بتتكون من وحدات من حامض الجيلكترونيك ده طبعا حامض مهم جدا جدا وبيوجد من أنواع المواد البكتينية ثلاث أنواع أول نوع بقول عليه البروتو بكتين والنوع الثاني حامض البكتك والنوع الثالث اللي هو البكتين طبعا المكونات دي مهمة جدا للسمار علشان بتحافظ على قوام السمرة لأطول فترة ممكنة تحلل المواد البكتينية طبعا جميع عنواع البكتين بتكون زيبة في الماء والفطريات والبكتيريا بكلها قدرة على تحليل المواد البكتينية مائيا وبتستخدم السكريات العديدة كمصدر للطاقة أثناء نمو الكائنات الحية الدقيقة طبعا تحلل البكتين بكل دور وأهمية كبيرة جدا في مجال تعطين الألياف حيث يعمل ذلك على سهولة فصلها عن الجزء الخشبي الموجود في الساق رابع مكون معنا اللي هو تحليل الكايتين الكايتين ده طبعا بيكون عبارة أيضا عن سكرات عديدة بتتواجد في الطبيعة وبيتواجد الكثير منه في التربة ودي بيكون ناتج من بقايا جلود الانسلاخ للحشرات وبينتج أثناء نمو الفطريات وبتحتوي الأراضي على عدد كبيرة من الميكروبات المحللة للكايتين وبتستخدم الكايتين كمصدر للكربون والنيتروجين وبيتحول الجزء غير الزائب إلى نواتج زائبة في الماء بتمر إلى داخل الخليط المكروب وبتمده بالطاقة والكربون مراحل تحلل الكايتين لو عندي كايتين بواسطة إنزيم كايتينو بايز بيتحول إلى كايتينو بيوز الكايتينو بيوز بواسطة إنزيم الكايتينيز بيتحول لمراكب اسمه إن أسيطايل جولوكوز أمين المراكب ده أيضا بيصوب على الكائنات الحية الدقيقة أن تمتصه فبيتعمله تحليل جزئي إلى جولوكوز أمين زائد حامض خليك وبعد كده بتفرز إنزيمات بتحلل الجولوكوز أمين إلى جولوكوز وغاز الأمونيا هنستعرض مع بعض بقى جزئية مهمة جدا أعزائي الطلبة وطلبات اللي هو التخمر الميساني التخمر الميساني مهم جدا جدا في المنهج لأن أنت من خلاله بتنتج مصادر بديلة للطاقة الأحفورية أو الطاقة الغير متجددة وحنستعرض مع بعض لو أسعفنا الوقت بإذن الله إنتاج الغاز الحيوي البيوغاز وده غاز صديق للبيئة وتكنولوجيا بتعتمد على تدوير المخلفات العضوية وتخمرها لإنتاج غاز حيوي قابل للإشتعال ويستخدم في إنتاج الطاقة على العديد من الأصاد تعالوا نشوف إيه المقصود بقى بالتخمر الميساني عند تحلل المادة العضوية هوائيا بيكون الغاز المتصعد هو ثاني أكسيد الكربون يبقى التخمر في الظروف الهوائية الغاز المتصعد زي ما قلنا من شوية ثاني أكسيد الكربون طيب لو أنا عملت تخمر لاهوائي يعني عملت حرمت أو منعت الأكسوجين أو قللت نسبة الأكسوجين في الوسط فبيتحول الغاز المتصعد عن تخمير المخلفات العضوية إلى غاز الميسان اللي هو غاز الـ CH4 الغاز ده غاز قابل للإشتعال تعالوا نستعرضها بقى مع بعض بينما تنطلق كميات كبيرة من الميسان من تحلل المواد العضوية في وجود نسبة بسيطة من الأكسوجين وبتتكون كميات كبيرة من الميسان خلال مراحل التحلل اللاهوائي للمواد الكربونية في الأراضي المشبعة بالماء طبعا ده نموذج أو صورة بتوضح لك مراحل التخمر الميساني انت بتضيف في الجهاز المادة العضوية بتضيف المياه بتعمل عملية خلط بتعمل قفل للجهاز بعد فترة بتتحلل المواد العضوية وبيصعد غاز البيوجاز إلى خزان الميسان وبعد كده بيتوصل إلى مصدر استهلاك الطاقة وأيضا فيه هنا مصدر لسحب المخلفات المتحللة اللي هو السماد البيوجاز تعالوا بقى نستعرض مع بعض مراحل إنتاج الغاز الحيوي البيوجاز البيوجاز تعريفه باختصار شديد جدا وكل واحد فينا ممكن يعمل المشروع ده في مزرعته ممكن يعمله فيه حتى في منزله بيشتري وحدة البيوجاز والمخلفات النتيجة عن المطابخ المخلفات النتيجة عن المنازل المخلفات الحيوانية الحشائش أي أن كان نوع المخلفات بيتم وضعها في المخمر وبعد فترة بنحصل على غاز صديق للبيئة غير مكلف رخيص التمن وأيضا نواتج الاحتراق بتكون عبارة عن نواتج غير ملوسة للغلاف الجوي وبالتالي بحافظ على مكونات الاجولوجي سيستم أو مكونات النظام البيئي طب يعني إيه من البيوجاز؟ تعالوا بقى نشوف المقصود بالبيوجاز هو المخلوط الغازي الناتج عن تخمير المخلفات العضوية عند خلطها بالماء بمعزل عن الهواء الجوي يعني بجعل الظروف لاهوائية ده بفعل إيه؟ بفعل أنواع متخصصة من البكتيريا لتنتج غاز الميسان نسبته كام يا دكتور في المخلوط؟ نسبته من خمسين إلى سبعين في المية وأول مخمر تم إنشاؤه في جمهورية مصر العربية كان سنة 1939 أو 1939 في منطقة الجبل الأصفر في محافظة الأليوبي المخلفات العضوية الممكن تخميرها لإنتاج البيوجاز وده مهمة جدا ممكن تجيلك في الامتحان أذكر المخلفات العضوية الممكن تخميرها لإنتاج الغاز الحيوي هتقول له أول نوع اللي هي المخلفات الحيوانية ودي بتشمل رواص الماشية وأيضا زرق الطيور الحشائش زي أكتر حشيشة بتسبب لي مشاكل في جمهورية مصر العربية لو استغلناها في إنتاج الطاقة هتكون طبعا ما هياش مشكلة عندي بالعكس ده هتبقى مصدر لإنتاج الطاقة وبديل للوقود الأحفوري اللي هو بنقول عليه ورد النيل بعد كده المخلفات النباتية زي الأحطاب وأش الروز ده طبعا صور بتبقلك أنواع المخلفات مخلفات المجازر ورد النيل زي ما انتم شايفين ودي أش الروز كل ده أنواع من المخلفات اللي بتستخدم في إنتاج الغاز الحيواني نمرة أربعة المخلفات الأدمية ده زي طبعا مخلفات الصرف الصحي والمخلفات المنزلية زي القمامة ومخلفات المطابخ والمخلفات الصناعية زي مخلفات المجازر ومخلفات صناعة الألبان والأغزية طبعا جابل لكم أيضا صور ده محطة لمحطات الصرف الصحي وده مخلفات المنازل وطبعا ده مخلفات المجازر بأنواعها المختلفة بيتم إنتاج الغاز الحيوي من مخلفات العديد من المصانع وأيضا المنازل وأيضا مخلفات المزارع الحيوانية ومخلفات الصرف الصحي طبعا ده صورة بتبين لك العوامل اللي بتتحكم في حجم ونوع وحدة البيوجاز ده طبعا حجم الوحدة سواء كان حجم كبير أو حجم صغير بيتوقف على عدة عوامل أول حاجة كمية ونوع المخلفات لو المخلفات موجودة بكمية كبيرة فبالتالي بعمل وحدة كبيرة مدى توفر المخلفات على مدار العام لو أنا عندي مخلفات موسمية طبعا بضطر أن أنا أوقف الإنتاج لازم المخلفات تكون متوفرة على مدار العام الهدف من معالجة مياه المخلفات هو إنتاج الطاقة أو السماد العضوي أو كلاهما أنا بحط هدف قدام هل أنا بعمل معالجة للمخلفات لإنتاج الطاقة ولا لإنتاج السماد العضوي بعد كده حجم الطلب على الغاز الناتج لو أنا عندي عدد السكان في المنطقة كبير والطلب على الغاز كبير وبالتالي بعمل وحدة أكبر رقم خمسة طبيعة التربة ومستوى الماء الأرضي طبعا كلما كان مستوى الماء الأرضي مرتفع كلما كانت الوحدة أقل لأنه عندي طبعا في وحدات بيتم بنائها وحنستعرضها مع بعض إن شاء الله في الحلقات المقبلة بيتم بناء الوحدة أسفل سطح التربة زي الوحدات الموجودة في النظام الهندي بعد كده درجة الحرارة الجو هو اللي عندي في المنطقة اللي عندي اللي بيقوم بالدور كله هو الكائنات الحية الدقيقة فأنا لو وفرت للكائنات الحية الدقيقة دي ظروف مثالية من درجة حرارة ورطوبة واكسوجين لكي تقوم بدورها وبالتالي بتديني كمية أكبر من الغاز تعالوا نستعرض بقى آخر جزئية معنا في حلقة النهاردة اللي هو مدى تقبل المزارعين لتكنولوجيا البيوجاز طبعا المزارع المصري علشان تقنعه بشيء جديد بيبقى من الصعوبة بمكان فأنت لازم كمرشد الزراعي تشرح له إيه هي أهمية البيوجاز وإن أنت المخلفات العضوية اللي أنت بتحرقها زي أشهر رزن مثلا ده بلوس البيئة وتذكر له المميزات والعيوب ووحدة البيوجاز فحيقتنع وبالتالي لو تقبل إنشاء وحدة البيوجاز ده بيدر عائد عليه وأيضا بيكون مصدر بديل للطاقة وصديق للبيئة ونحافظ على عناصر الانتاج الزراعي ونعمل ما يطلق عليه التنمية المستدامة لو عايزين تعرفوا مراحل إنتاج البيوجاز وإيه هي العوامل اللي بيتوقف عليها كمية ونوع الغاز الناتج وإيه هي الأهمية الاقتصادية للبيوجاز يبقى لازم تستنونا في الحلقة المقبلة بإذن الله إحنا خدنا في حلقة النهاردة البيئات الغذائية وعرفت يعني إيه بيئة غذائية وشروط الواجهة التوفرة في البيئات الغذائية وأيضا عرفت أنواع البيئات الغذائية وخدت بعد كده دور الكائنات الحية الدقيقة دور الكائنات الحية الدقيقة في دورة الكربون وعرفت مكونات التربة الزراعية وعرفت أيضا المكونات الأساسية اللي بيتم تحليلها بوسطة الكائنات الحية الدقيقة سواء كان السليلوز أو الهيميسليلوز أو البيكتين أو الكايتين وأيضا تطرقت بقى بالدراسة لإنتاج الغاز الحيوي البيو جاز بكده أعزائي الطلبة والطالبات نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم كان معكم من التلفزيون المصري دكتور ويل شلال على أمل أن ألتقي بكم في حلقات مقبلة بإذن الله نشكركم ونحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا